تعتبر المقاومات من أهم المكونات الإلكترونية التي لا تكاد تخلو دائرة منها في هذا الدرس سأشرح ما هي المقاومات واستخداماتها وأنواعها الوظيفة الأساسية للمقاومات هي تقييد مرور الإلكترونات في الدائرة الكهربائية مما يقلل للتيار كلما زادت قيمة المقاومة قلت شدة التيار المار في الدائرة في تجربة الدرس السابق قمنا باستخدام مقاومة لتقييد مرور التيار الواصل إلى الليد إذا لم نفعل ذلك فسيحترق الليد مباشرة لشدة التيار الواصل إليه سأوضح في هذا المثال أنه إذا وصلنا جهد كبير إلى الليد سيحترق مباشرة هذه البطارية 9 فولت سأصل إليها الليد الذي يتحمل ما بين 3 إلى 5 فولت وكما ترون فقد احترق الليد بسرعة تأتي المقاومة بشكلين أساسيين الأول المقاومات التي تثبت عبر الثقوب وهي في الغالب المستخدمة في مشاريع الهوات لسهولة استخدامها مع ألواح التجارب أو تلحيمها والشكل الثاني تكون سطحية ويكون حجمها أصغر بكثير ولكنها أصعب في التثبيت تختلف قيم المقاومات ويتم اختيارها حسب الحاجة للتطبيق وسأشرح كيف يتم ذلك في الدرس القادم إن شاء الله قيم المقاومات المثبت عبر الثقوب يتم ترميزها بالألوان يمكن بسهولة قراءة هذه القيم ولكن قد تحتاج إلى تدريب بسيط في البداية حتى تتعود عليها هذا الجدول يوضح قيم كل لون في البداية ضع المقاومة بحيث تكون الحلقة الذهبية أو الفضية على اليمين وغالبا ستكون أبعد عن غيرها الحلقتين الأولى من اليسار تعطينا أول خانتين من قيمة المقاومة والحلقة الثالثة تعطي لنا قيمة المضروب العشري للمقاومة والحلقة الأخيرة الذهبية أو الفضية هي مقدار السماحية أي نسبة الخطأ وتكون 5% إذا كانت ذهبية و10% إذا كانت فضية سأوضح ذلك بأمثلة في هذا المثال الحلقة الأولى من اليسار بنية ويعني أن قيمتها واحد والثانية رمادية وقيمتها ثمانية والثالثة قيمتها ألف ويعني أننا سنضرب القيمتين الأولى والثانية بألف مما يعطينا مقاومة قيمتها 18 ألف أوم أو 18 كي أوم واللون الذهبي في الأخير يعني أن مقدار السماحية يساوي 5% في هذا المثال الحلقة الأولى بنية وقيمتها واحد والثانية سوداء وقيمتها صفر والثالثة حمراء يعني أن قيمة المضروب مئة وهذا يعطينا مقاومة قيمتها ألف أوم أو واحد كي أوم وفي هذا المثال الحلقة الأولى بنية وقيمتها واحد والثانية سوداء وقيمتها صفر والثالثة خضراء وقيمتها مئة ألف وهذا يعطينا مقاومة قيمتها مليون أوم ترجمة نانسي قنقر